ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر باتت الحالة الصحية للمرشحين محورا للنقاش مما يعكس اهتمام الجمهور بمدى قدرة المرشحين على تولي المهام الرئاسية نائبة الرئيس الأمريكي والمرشح الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس نشرت تقريرا من طبيبها يؤكد فيه أنها تتمتع بصحة جيدة وهي مؤهلة لتولي منصب الرئيسة أصدرت اليوم سجلات طبية كما فعل باعتقادي كل مرشح لرئاسة الولايات المتحدة باستثناء دونالد ترامب في دورة الانتخابات هذه التقرير هذا أثار تساؤلات حول مدى أهمية معرفة الناخبين للحالة الصحية للمرشحين وهل يجب أن تكون جزءا من تقييم أهليتهم للرئاسة أساسا؟ فبينما لا توجد قاعدة قانونية واضحة تفرض الكشف عن هذه المعلومات يشير التعديل الخامس والعشرون من الدستور الأمريكي إلى إجراءات للتعامل مع العجز المؤقت للرئيس من ضمنها العجز لأسباب مرضية وعلى الرغم من أن الأطباء لا يستطيعون التنبؤ بدقة بتأثير الحالة الصحية على قدرة المرشح إلى أن الرأي العام يأخذ هذه التقديرات بجدية خاصة فيما يتعلق بالوفاة أو العجز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر